وصل الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مشاركة ابنائه المقاتلين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك خلال الايام الماضية حيث التقى الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم وجبة الافطار واكد القائد العام ان تأمين حدود مصر وحماية امنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وان القوات المسلحة تعمل باقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسوي له نفسه المساسة بامن مصر ومقدراتها وكان الفريق اول صدق صبحي قد التقى باعضاء هيئة التدريس وطلبت الدفعة 150 ضباط احتياط وشاركهم تناول الافطار مؤكدا ان كلية الضباط الاحتياط هي معقل الابطال وانها تمثل مع باقي الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة اساسية في امداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها في خدمة الوطن والدفاع عن امنه واستقراره وقام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من اعضاء هيئة التدريس وطلبت كلية الضباط لاحتياط تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في اداء مهامهم خلال الفترة الماضية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة